مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر القصص والحكايات الغريبة عمرها ما هتنتهي لحد ما تنتهي الدنيا كلها الحياة بقت صعبة وبقت غريبة وفي ناس بقت تعمل قصص وحكايات عمرنا ما كنا نسمع عنها على سبيل المثال أم تتخلص من أولادها التوأم في حضانة من الحضرات وتسيبهم وتمشي ومش عايزاهم تاني بداية القصة من 2017 راشا عندها 38 سنة حست بتعب مفاجئ في سنانها سنانها وجعاها وتعبانها خدت مسكنات خدت أدوية خدت كل اللي ممكن ينفع أن نعالج بسناننا في البيت ولكن منفعش هنا قررت أن هي تدور دكتور الأسنان القريب من بيتها علشان تاخد العلاج المناسب وتتخلص من وجع الأسنان راحت للدكتور وبالفعل تخلصت من وجع الأسنان ورجعت بوجع جديد وجع القلب الهانم رشع حبت الدكتور من أول نظرة وكأنها تعرفوا بقالها كتير بقت تتحجج مرة عايزة تضيط سنانها مرة عايزة تحشي درسها مرة عايزة تعمل أي حاجة في سنانها بس علشان تشوف حبيب القلب الحقيقة أن الناس كانوا بيقولوا وكأن أن هم كانوا بيحبوا بعض من زمان لأن كمان الدكتور حس نحيتها بعاطفة كبيرة حس أنه هو عارفها من زمان وأنها تكون الزوجة المناسبة ولكن الدكتور ده عنده 30 سنة وهي عندها 38 سنة في فرق سن والفرق ده صعب وكمان الراجل دكتور مركز مرموق والبنت على قد حالها رشا الحقيقة أنه هو ما فكرش كتير في الفارق بتاع السن وما فكرش كتير في الطبقات الاجتماعية والحاجات دي ما تشغلوش هو اللي يشغله أنه هو لقى خلاص حبيب القلب اللي هتعمله بيت سعيد هتملع عليه البيت وحتملع عليه البيت بالولاد إن شاء الله وهو فرحان والحب عامي يعني قرر أنه هو يروح يفاتح أهله في قصة رشا اللي حبها المريضة اللي حبها وخلاص ارتبط بيها ومش هيقدر يسيبها الأم قالت له يا ابني دي أكبر منك بقد كده يعني فرق جيل ما بينك وما بينها حيكون الموضوع مزاي ما انت فاكر بعد ما يتقفل عليكو باب واحده بعد ما الحب يهدى نهره هتظهر المشاكل وهتظهر الاختلافات ما بينكو اجتماعيا واقتصاديا وكمان فرق السن ده كان رأيي الأم والأب كمان كان رأيك ده إن هي مش هتكون مناسبة بالنسباله في يوم من الأيام ولكن هو قرر إن هو يتحدى العيلة قالوا له لو أنت جوزتها لأنت ابننا ولحنا نعرفك ولو خلفت منها برضو مش هنعترف بالأولاد والجوازة دي إحنا مش موافقين عليها وغضبانين عليك ليوم الدين الدكتور ما سمعش الكلام أهله وقرر إن هو يتجوز رشا علشان هو بيحبها سنة ونص تعدي عليهم في الجواز وهم لحد دلوقتي ما خلفوش البيت السعيد اللي كانوا بيحلموا إن هم يكونوا خلاص اتهد مفيش أطفال راحوا الدكتور واثنين وثلاثة ومفيش أمل في الخلفاء اللي عن طريق الحقن المجهري الحقن المجهري مضمون بالنسبة الرشا ويخليها تحمل وتبقى زي الفل وتخلف وإن شاء الله يعيشوا في تبات ونبات قررت إن هي تعمل الحقن المجهري وكمعظم السيدات والأباء لما بيجوا يعملوا حقن مجهري ما بيختروش إن هو يكون جنين واحد في الحقن المجهري بيختاروا إن يكون فيه اثنين جنين أو أكثر علشان بالمرة يعني اثنين بسعر واحد طالما إن هم يعملوا العملية ويدفع الفلوس بقى مرة واحدة ونجيب طفلين خلفوا طفلين زي الأمر ولدين زي الفل مفهومش أي مشاكل والحياة مشيت الحياة مشيت شوية والولدين كبروا شوية والمصاريف زادت والمسئولية زادت والأب محمد دكتور الأثنان بقى يقول لمرات والعيال دول من ساعة مجوم واحنا ما شفناش يوم حلو محمد عنده مشاكل مادية كتير مش قادر يصرف على البيت زي ما كان بيصرف وحس بقى بمسئولية والبيت والجواز حاول إنه هو يراضي أهله مرة واثنين وثلاثة واربعة يجيب الأحفاد ويقول لهم دول أحفادك ويقول له ما نعرفهمش واحنا اتفقنا معاك إن انت لابننا ولا نعرفك ولا عايزين نعرف عنهم حاجة المسئولية زادت والأمور زادت عليهم هنا الدكتور محمد قرر إنه هو يتخلص من أولاده وراح فاتح مراته فيهم من الأيام قال لها خلاص أنا مش عايز الولاد دول خليهم بقى نرميهم ولا نشوف لهم أي طريقة إنه إحنا نتخلص بيهم لأننا مش هقادر أصرف عليهم خلينا نتخلص منهم طبعا الأم نزل عليها الكلام كالصائقة مفيش أبعاء الممكن يتخلى عن أبنائه لمجرد إنه هو مش قادر يصرف عليهم تمر الأيام ويقرروا إنه هم خلاص مش عايزين الأولاد وهيتخلصوا من الأولاد مهما كان التمن طب يعملوا إيه يقتلوهم يد النيلة حيروحوا في دهية طب يدوهم لحد مين ياخد ولاد حد مين يهتم بالولاد أصلا فكرة إن الأب والأم يتخلوا عن الأطفال هي فكرة غير أدمية بالمرة لما تيجي تفكر كده مين يقدر يهتم بالأولاد ومين يقدر يهتم ويرعى ويستحمل الأطفال الصغيرة إلا الأب والأم طبعا أن الأب والأم قلبهم حجر على الولاد مين يستحملهم فكروا مرة واثنين وثلاثة واربعة وكحل مرضي نفسيا بالنسبة للأب والأم قالوا خلاص إحنا نوديهم حضانة من الحضانات ونسيبهم هناك شوية وبعدين لما الحال يبقى كويس والدنيا تبقى لطيفة نرجع ناخدهم وكأن الحضانة دي مثلا زي بنك عتحط فيها فلوس شوية وتركع تاخدهم وكأن الأطفال دول مش محتاجين أبوهم أمهم المهم إن هم اتفقوا هيعملوا كده الأم راشا لبست نقاب وكانت عارفة إن في حضانة قريبة كده من أختها أختها سكنة في منطقة من المناطق اللي هي منطقة أوسيم بتروح تزور أختها مرة واثنين وثلاثة فعرفت إن في حضانة قريبة خلاص نبست نقاب علشان محدش يعرفها من الحضانة وخدت الولدين وراحت لصحبة الحضانة أو مديرة الحضانة مساء الخير مساء النور الولدين دول أنا عايزة أسيبهم لآخر اليوم كاستضافة اليوم واحد كده علشان بس حقضي شوية مشاوير ومش حقدر أخد الولاد معايا ممكن أخليهم فالت خلاص أوكي لا سألت الأم عن بطاقة لا سألت الأم عن شهادة ميلاد وعشان كده أنا بوجه لصحاب الحضانات إن انتو لو جالكوا أطفال لأول مرة اطلبوا البطاقة واطلبوا شهادة الميلاد علشان تبقوا ضمنين إن الناس دول مش حيرموا العيال ويمشوا المهم قالت لها خلاص أوكي حسبهم الأم اختفت يوم واثنين وتلاتة مفيش أي حد جي خد الولاد من أول يوم صاحبة الحضانة تصلت بالشرطة بقسم قسيم وقالت لهم إن أنا الولادين دول عندي ومحدش جي خدهم والقصة واحد اتنين ثلاثة إن الأم جات يعني وثبتهم ومشيت التحيات والتحريات اشتغلت لمدة ست أيام عايزين يعرفوا من السيدة المنقبة وطبعا السيدة المنقبة اللي هي راشا كانت فاكرة إن هي لما تلبس النقاب الشرطة مش هتقدر إن هي توصل لها أمر بسيط انتشر وأصبح مفيد جدا فوق ما تتخيلوا وهي كاميرات المرأبل المنتشرة في كل حتة في مصر الشرطة خدت الكاميرات من أول الحضانة وتتبعت خط سير السيدة لقيتها وصلت لمبابة وتحركت من مكان للتاني لحد ما نزلت من مكان ما في التوكتوك وقلعت النقاب ودخلت على محل تشتري سندويتش شاورمة وكأنها بتكافئ نفسها بعد ما نخطتها كما اعتقدت إن هي نجحت إن هي تكافئ نفسها بسندويتش الشاورمة وأنا مش عارف كأم يعني جالها قلب إزاي ولا جالها نفس إزاي إن هي تاكل فراح تشترك السندويتش هنا طبعا جهات التحقيق قدروا إن هم يوصلوا للأم وللأب وخدوهم على قسم الشرطة وقدروا إن هم يطلعوا التحقيقات والتحريات اللي أنا قلت لكم عليها دي الأب والأم دول تم حبسهم أربعة أيام على دمة التحقيقات وبعد كده تم الإفراج عنهم بكفالة بالإضافة إلى إن هيتم محاكمتهم بشكل عاجل وكمان هيعملوا الجهات التحقيق يعني هتعمل تحليلات الدي عن أي للأب والأم علشان يتأكدوا إن دول ولادهم أصلي مش ممكن ومش طبيعي إن حد ممكن يسيب ولاده بالطريقة الصعبة ويسيبوهم ويمشوا كده أمر غريب إن الأم توافق الأب حتى لو الأب ده كان حد وحش مش عايز العيال إحنا دايما عارفين إن الأب بيبقى أكثر جرأة وقوة على الأطفال وممكن لو نسمع كتير عن أبهات لما بيطلقوا الأمهات بياخدوا نفسهم ويروحوا وسيبوا العيال تولع بجهاز ما يسألوش عنهم لحد ما العيال تكبر وتبقى زي الفل ولكن أمر غريب إن كمان الأم تشارك في الموضوع ده وتروح ترمي عيالها بنفسها الناس اللي مش طيقة ومش متأكدة ومش عارفة إن هي هتقدر تكمل في الحياة في بيت زوجية هتقدر تتحمل المسئوليات الناس اللي فاكرة إن هي هتقدر على المصاريف وهم مش أهل إن هم يخلفوا بلاش يخلفوا أصل العيال ده لما بيجي بيبقى ليه طلبات فوق ما تتخيلوا مرة واثنين وثلاثة وكلما بيكبر بتبقى الطلبات أكبر وعمر الأب والأم ما بيتخلوا عن الأطفال ده بالنسبة للأب والأم يعني الطبيعيين فاللي مش قادر يخلف ولا اللي مش عايز يخلف ولا اللي بيخاف من المسئولية ولا اللي بيحب بابا وماما وعايز يرجع لهم بعد فترة ما يتحدهمش من الأول ويفضل عند أبوه وامه وخلاص إنما إن انت تخلف وتعمل نفسك راجل وإنت مش قد المسئولية يبقى بلاش منها أحسن علشان ما توديش نفسك وزوجتك وولادك في ستين ده هي ملهمش زنب أبدا في اللي بيحصل القصة دي يمكن تكون قصة غريبة ولكنها مش هتكون آخر قصة نسمع عنها في العالم اللي احنا عايشين فيه شكرا لك وأشكك على خير في حلقة جديدة مع السلامة